بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات يوم السبت من الأسبوع السابع من الخمسين المقدسة إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع من مزمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين الذين أنقذهم من أيدي أعدائهم ومن البلدان جمعهم من المشارق والمغارب والشمال والباه أمين يبينا داود النبي بسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين أمين ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا ينتظرونه أجمعون وإذا برجل اسمه ييروس قد جاء وكان هذا رئيس المجمع فخرى عند قدم يسوع وسأله أن يدخل بيته لأنه كانت له ابنة وحيدة لها اثنتا عشرة سنة وكانت هذه قد أشرفت على الموت وبينما يسوع مقبل كانت الجموع تزحمه وإذا بمرأة بها نزيف دم منذ اثنتين عشرة سنة وقد أنفقت كل معيشتها على الأطباء فلم تقدر أن تشفى من أحد جاءت من خلف ولمست هدبا ثوبه وللوقت وقف الدم الذي كان يسيل منها فقال يسوع من الذي لمسني فإذا أنكر الجميع قال بطرس والذين معه يا معلم الجمع بك محيط وعليك مزدحيم فقال يسوع قد لمسني إنسان لأني علمت أن قوتان قد خرجت مني فلما رأت المرأة أنه لم ينسى جاءت مرتعدة وخرت تحت قدميه واعترفت أمام الشعب كله لأيتي علة لمسات وكيف برئت للوقت فقال لها يا ابنى إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام وفيما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا قد ماتت ابنتك فلا تتعب المعلم فلما سمع يسوع أجابه وقال لا تخف آمن فقط فتخلص وجاء إلى البيت ولم يدع أحدا يدخلوا معه إلا بطرسا ويعقوبا ويوحنا وأب الصبيتي وأمها وكان الجميع يبكون عليها وينتحبون فقال لا تبكو فإن الصبية لم تمت بل هي نائما فضحكوا منه عالمين أنها ماتت فأخرج الجميع وأمسك بيدها ونادق إله يا صبي قومي فعادت روحها إليها وقامت لوقتها فأمر أن تعطى لتأكل فبهت والدها أما هو فأوصاهم ألا يقول لأحد عما جرى والمجد لله دا آئمان إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع إعينا من مزمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين امتلات الأرض من رحمة الرب بكلمة الرب تشددت السماوات وبروح فيه كل قواتها هلوية مبارك الآت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه إلى السماء وقال يا أبتي قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك كما أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته لا وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الواحد وحده الإله الحق ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا قد مجدتك على الأرض إذ أكملت العمل الذي سلمته الذي سلمته لي لأعمله والآن والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم قد أظهرت اسمك كالناس الذين أعطيتهم لي من العالم لكاهم وقد أعطيتهم لي وكلامك حفظوه والآن قد علم أن كل ما أعطيته لي هو منك لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم وهم أيضا قبلوه وعلموا حقا أنني منك خرجت وآمن أنك أنت الذي أرسلتني فأنا أطلب من أجلهم لست أطلب من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي لأنهم لك وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا تمجدت فيهم ولست أنا بعد في العالم وهؤلاء هم في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن حين كنت أنا معهم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتهم لي حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب والآن آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون فرحي كاملا فيهم ولمجد لله آئم آئم البولوس فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة كورينثوس بركته علينا آمين وأيضا أريكم سبيلا آخر أفضل جدا إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعرف جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي جميع الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت المساكين بكل أموالي وبذلت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلست أربح شيئا المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحقد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل لأننا الآن نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكمال حينئذ يبطل ما هو بعض وحين كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما لطفل فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ ننظر وجها لوجه والآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة اتبعوا المحبة ولكن جد للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأوا لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله لأن ليس أحد يسمع كلامه ولكنه بالروح يتكلم بأسرار وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية من يتكلم بلسان يبني نفسه وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس يوحن الرسول بركته علينا آمين أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء أكتب إليكم أيها الشبان لأنه قد عرفتم لأنه قد عرفتم أكتب إليكم أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة فهذه ليست من الآب بل من العالم والعالم ينضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم ينضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهر المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط الإخوة وكان عدة أسماء معه نحو مائة وعشرين فقال أيها الرجال إخوتنا كان ينبغي أن يكمل هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله على لسان داود عن يهوذة الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع إذ كان معدودا بيننا وكان له نصيب في هذه الخدمة هذا الذي اقتنى له حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه إن شق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها وصار ذلك معلوما لجميع الساكنين في أوروشاليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم الذي ترجمته حقل دم لأنه مكتوب في سفر المزامير إن داره تكون خرابا ولا يأوى إليها ساكن وأسقفيته يأخذها غيره فينبغي أن الرجال الذين جتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحن إلى اليوم الذي صعد فيه عنا إلى السماء يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته فأقام اثنين يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يستس ومتياس وصلوا وقالوا أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين الاثنين أين اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهبا إلى مكانه ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسبا مع الأحد عشر رسولا لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القداس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركاته تنمو على جميع أمين من مزمير أبينا داود النبي بركته علينا أمين أمين فأعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمام لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى السحاب حاق 전�مو حرمت كنيسة الله عظمت حراق حراق حرمت باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد يجد دائما إلى الأباء آد آمين أنا سلمتهم كلامك فأبغضهم العالم لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا أيضا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فإنهم ليسوا من العالم كما أني أنا أيضا لست من العالم قدسهم في الحق والحق هو كلمتك كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم وأنا من أجلهم وأنا من أجلهم أقدسوا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق ولست أسأل ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكونوا جميعهم واحدا كما أنك أيها الآب في وأنا أيضا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أنت الذي أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونهم أيضا واحدا كما نحن أيضا واحد أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا كاملين هم أيضا في الوحدة ليعلم العالم أنك أنت الذي أرسلتني وأني أحببتهم كما أحببتني يا أبتي أريد أن يكون الذين أعطيتني معي هناك حيث أكون أنا ليروا مجدي الذي أعطيتني فإنك أحببتني فإنك أحببتني قبل إن شاء العالم يا أبتي البار لم يعرفك العالم وقد عرفتك أنا وهؤلاء الآخرون عرفوا أنك أنت الذي أرسلتني وعرفتهم وعرفتهم اسمك وسأعرفهم أيضا لتكون فيهم المحبة التي أحببتني بها وأنا أيضا فيهم والمجد لله داء اشتركوا في القناة فهبت bolts مجنع 직 يمكن أن